موسيقى فإذاً يا أخواني موضوع للنصارى والشرك طبعاً مما يدلك بدلالة واضحة أن النصراني لا يعتبر مشركة أو المسيحي ولا اليهودي طبعاً أن الله قال وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤمن مع سماحي لنا بن كحمين الكتابية كيف تجواب عنها انتهت لذلك لأسف بعضهم الذي أصر على أن المسيحيين داخلون في عموم المشركين إيش قال قال آية المائدة منسوخة بآية البقرة وهذا تكلف لا نرتضيه ولا نأنس به ليش طيب؟ لأن المائدة المسمى بصورة العقود من أواخر الصور نزولنا أيضاً زي التوبة المائدة من الصور المتأخرة من الصور المتأخرة فمين اللي بنسخ مين؟ المتقدم بنسخ المتأخر ولا المتأخر بنسخ المتقدم لا المتأخر بنسخ المتقدم والصورة البقرة متقدمة ولا تنكبح المشركات والصورة المائدة والمحصنة متأخرة فكيف جعلت المتقدم نازخاً للمتأخر؟ أعرني عقلك صح أو لا؟ هذه واحدة ولذلك نحن طبعاً هذا إذا قبلنا أصلاً بالنسخ العبد الفقير لا يقول بالنسخ أصلاً البتاء أنا لا أعتقد النسخ أبداً في كتاب الله كتاب الله كله محكم وما من آية قيل منسوخة إلا أمكن توجيه إحكامها وأنها محكمة والحمد لله في الأخير الآيات كما سمعتم مني عشرين مرة يمكن الآيات التي انتهى الاجتهاد والتمحيص والتحقيق إلى قابلية أن تكون منسوخة أربع أو خمس آيات فقط فقط تخيل الصيوطي أنا هاها إلى عشرين آيات زهاء عشرين آيات إحدى عشرين عشرين تسعة عشر دقائية المهم العلامة مصطفى زيد في رسالته التي لا ضريبة لها لا ضريعة لها رسالة إزهرية من أعلى ما يكون ما شاء الله في مجلدين عند النسخ في القرآن الكريم انتهى إلى أن هنا خمس آيات فقط أو أربع آيات قال ممكن أن تنزل أربع آيات فقط ونحن قلنا والأربعة أو الخمس آيات يمكن توجيهها بسهولة بفضل الله خلاص يصبح القرآن كله ماذا؟ محكماً كما نطق منزله والنسخ إبطال تعرفوا هيك في كتب الأصول يقول لك النسخ إبطال إبطال حكم لاحق بحكم متقدم عفهم بالحكم لاحق إلى آخرين والله قال لا يأتيه الباطل وموضوع الثاني هذا أنتم تعرفينه ما علينا طيب نحن لنخبر النسخ ولو قبلنا شرط النسخ غير موجود وهو أن يكون النسخ متأخن ولا منسوخ متقدمان الأمر هنا على العكس تماماً طيب إذا لم نقل بالنسخ كيف نوجه الآيات على طريقة من أصر أيضاً شوف هذا من إنصافي في النقاش ستقولي طيب لو لم نقل بالنسخ بمنسوخية الآية وقلنا بمحكميتها هل لمن زعم دخول المسيحيين في عموم المشركين وجه حجة؟ نعم عندهم احتجوا برضو وبرد عليهم كيف أعجابه عن الآية؟ قال لك آية البقرة عامة خصة منها محصنات الكتابيات يعني عندهم الكتابيات مشركات لكن الله قال لك نحن نخصص هؤلاء الكتابيات المشركات المحصنات من عموم تحريم ركاح الكتابيات ويبقى عموم العباقي الباقي على ما هو عليه يعني لم يقولوا بالمنسوخي ماذا قالوا؟ بالتخصيص في مجال شفتم؟ وهذا يعطيك فهم الأصول تفهم أصول الفقه عندك باب النسخ مش تغلش بتشغل التخصيص ونحن نرد هذا وعندنا نجيل بس هذه موضوع وآخر ويمكن إن شاء الله إذا اقتضى المقام سوء الجاي بنقول لك ليش ليش لا نقول بالتخصيص ونقول بأن الآية تشريع بحياله وبرأسه ليست تخصيصها لعموم إيش البقرة لا تخصيص عفوا تشريع مستقل وآية بحيالها وبرأسها إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال لو انتهينا إلى هذه القناعة إلى أن طريقة القرآن العظيم تعطي أن أهل الكتاب ليسوا مشركين بنكون خرجنا من قضية أن يستغفروا للمشركين وبصير موضوع أني أستغفر لمسيحي مات يهودي مات لم يثبت عندي أنه كفر بالإسلام بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية التي قطعت معذرة مثله من غير عوائق ظاهرة إلي بقدر أستغفر وإن ظهر أنه وقامت عين الحجة كذا أمسك لاحتمال أن يكون من أهل النهار فما أريد أن أعتدي في الدعاء ستقول لي ما هو وجه العدوان الله قال أدعوا ربكم في الأعراف تضروا عن إيه واخفي إنه لا يحب المعتدين إيش العدوان في الدعاء بلا شك أنما العدوان في الدعاء أن تطلب من الله ما علم أن الله لا يفعله عدوان يعني أنت واحد عارفه مات على الشرك فيما يظهر لك على الأقل ها؟ بتقول أنا ما بدي أترحم وليستغفر أمر إلى الله ولو سأل لك ممكن أن تخش الجنة قل لي ممكن ما شو مشكلة ممكن أبنعرف أبنعرف إيش إيه أعذاره عند الله بس أنا لأنني شفته عاش مشركاً ومات مشركاً وقيمت عيه الحجة فلا أستطعي إيش إني أقل أدب مع الله وأقول أستغفر له أقول أمره إلى الله مش هدع عليه بس مش هدع له أنا حقول لك يسعه كذلك وضح له واحد ثاني دعاله برضو ما تعمل هاش قضية لأنه بقول لك إيه قد يكون إيه له عذر كبير وأنا أريد إيه وبعدل الدعاء يا أخواني مش خبر أنت لما تقول رحمه الله تقول أن الله فعلاً قد رحمه أما أنك تدعو كما تقول وفقك الله هو وفقك وخلص لا هو دعاء على فكرة وأخرج إيه مخرج الماضي مثلا أقول إيه أنجح الله مقاصدك أنت لست رايح للمقاصد ميش أن نجحته خلاله دعاء هذا اسمه عندي دين أدعو قضى الله دينك أقول لها الحمد لله قضى أقول لك أنت أدعي لك أنا قضى الله دكاك تقول لي أه الحمد لله شفت إنسي دي قال لا أخبر أنا لا أخبر أنا أدعو هذا الدعاء واضح فما تخافوش يعني أنه أنه دعينا في بعض المسلمين اليوم ربما لا أدري من ماذا يعني ربما من يعني عدم التلف وعدم الانتباه بظن أنه مسألة خطيرة أن ندعو كأنه يا رجل إحنا إنا سبعين سنة سبعون سنة ندعو ما شفنا إجابة ندعو على أعدائنا ما شفنا إجابة ندعو لأنفسنا ما شفنا إجابة أنت فأل يعني خايف كثير لو دعيت لواحد وبطلع ما باستحقش الجنة وحيخوش الجنة يعني يا زلمة أربع على نفسك شوية أهدى شوية أهدى ما تتوترك هدعو وما تخاف أنه يعني شاخ الكبير هي إذا كان يستحق المغفرة غفر الله له إذا كان سيرحمه الله إذا كان ما باستحق خلاص أحد يقول لي من وين جبتها نقول لك من قضية إبراهيم عليه السلام ومن قضية رسول الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم لماذا طيب؟ ذلك بأنهم كفروا ليس حتى عشرقوا كافر قالوا هذا كفر بيك وبيا كفروا بالله ورسوله الله أكبر الله لا يهد القوم إذن إيش ينبي عمل كان لو أعلم أني لو استغفرت له أزد من سبعين غفر له لا استغفرت لا إله إلا الله يا رسول الله ما شف هاي شغلة خطيرة وإنه هيك شيء خطير وتهز أركان العقيدة وجناب التوحيد ما شف هيك التوحيد شيء لحاله والعقيد شيء لحاله وهذه رحمة إرادة خير للناس ومين هو هذا عبد الله بن أبي اللي طعن في عرضه اللي ارتكب الإثم الكبير في إفك عائش والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي هذا عليهم الله ما يستحق الخبيث المخبث هذا النأت صراحة يا لأ اللي قال في حق سيد الخلق سيد الكونين لا يخرجن الأعز منها أذله الله للأبعد النبي قال لا وصلى عليه كمان ومش صلى عليه وكفنه ببردته الشريفة قال لك إحنا ما شاء الله عالسنة أي سنة أنت عارفين سنة نحن تقريبا ما لنعنى علاقة بسنة رسول الله ما لدينا شيء من رحمة رسول الله ومن الدع أننا أيش قال أوفي ألسنته هذه سنته إذا بدك سنة هذه سنته فبما رحمة من الله وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين هذه السنة الحقيقية فهي الحرص بس بدك تحط الناس على النار من أخسر طريق ودي 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 حتى المسلمين ودي على جهنة بكله طلع من الإسلام مشطب على الأمة يا رجل مش هذه مش هذه والحديث في الصحيح أطال بردة كفنوا بها يعني وبعدين دخل يصلي أجي عمر أخذ من كتف يا رسول الله آية يا رسول الله يا حبيبي ما أحلى لك ما أحلى رحمتك ويأتي لك ويأتي أحد يقول لك أصلا هذه الآية فيها تسوية وطبعا فيها تسوية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم في معنى آية المنافقون سواء عليهم أستغفرت لهم أم هذه أم للتسوية أم لم تستغفر لهم لي أغفر الله لهم لأن الله ليش ليهد القوم الفاسقين هؤلاء فاسقون فاسق كفر طبعا هذا فاسق كفر فهو النبي قال لك أنا أخذت بظاهرها مع أنه باطنها أيش هو تسوية تستغفر ما تستغفر لن يغفر الله لهم يقول له أنا بدي أخذ بالاستغفار مع أنه قال لي لن يغفر ولو أني أعلم أني لو زدت على السبعين غفر لازد بس النبي عارفنا فقط للتكثير هيك يعني ما هو مقصود سبعين سبعين ولا سبعمائة وسبعة ألاف الله ليس سيغفر له لأنه ما تكافر ما تكافر عن إصرار البعيد والعياذ بالله منه نعوذ بالله من مثل مصيره ومنقلبه لكن النبي بعلمنا كيف الليان واللطف مهما كان فيه مخلص مهما كان فيه احتمال مهما بدأ يسيرا لنجاة العبد ودخله نحن هي طريقتنا الحمد لله نعمل هيك تحاول والبقع على الله البقع إحنا أصلاً مجدامين ولا واحد فينا قلش الجنة صح ولا ولا واحد فكيف نضمن ما أنا ألاقة بالله هذا أمر الله هذا أمر الله فأصبح الأمر سهلاً هياً قريباً آخر نقطة التي انشعبنا منها وفشلنا أن نكرى إليها رجوعاً إيش هي أنه الرحمة والمغفرة وأنا قلت بلا شك أن الرحمة بلا شك طبعاً كما قال الأفاضل من قدماء ومحدثين أن الرحمة أعم من المغفرة والمغفرة تعم كل ما يغفر من الذنب أعلى هو العياذ بالله بل أردأه أسفله الشرك بالله وأدناه صغار الذنوب محقرات الذنوب صحيح إلا أن الله سبق منه القول أنه لا يغفر أن يشرك به كقاعدة كما قلت عشان نظل مخنا مرتب كقاعدة أما في الأحوال والأعيان والأفراد فالأمر موكل لمن لحكم الله ومشيئته ورحمته لا أحد منا يستطيع أن يزن بهذا لذلك طريقة العبد الفقير وأسأل الله أن أكون أخطأت في هذا أنني أحتمل يوم القيامة تلاقي قدامك ستيفن هووكينج سابقك للجنة ومت ملحد وألف آخر شيء في الإلحاد تلاقي قدامك نيتشي سابقك للجنة تشي جيفارا قلنا كيف وقلنا كيف احتمال واحتمالكم من أهل النار كل قائم لا ندري لا ندري لكن تقول لي مجرد آه ومجرد فيه احتمال فيه احتمال وعندنا الأدلة اليوم سخنا بعضها سخنا أي بعض الأدلة التي تفتح بابا أمام هذه الاحتمالات أمام هذه اه الاحتمال وهذا مقتضى الرحمة الكبيرة التي وسعت كل شيء ومقتضى التسعة وتسعين جزءا من الرحمة التي ادخلها الله وأمسكها يرحم بها عباده يوم القيامة لا إله إلا هو هذا مقتضى ذاتية رحمته لا إله إلا هو وفعليا عذابه ونقمته وسخطه مقتضى أشباء كثيرة هكذا ينبغي أن نفكر فالقضية قريبة بإذن الله مش خطيرة المسيحيون واليهود ومشركين هم أهل كتاب فغير داخلين إذن في النهي المفهوم من آية التوبة أعتقد 113 لقمها من بعد ما تبين لهم 113 التوبة غير داخل هذا فريق ثاني الله يتحدث عن المشركين ما تحدث عن ماذا؟ عن الكتابيين وموضوع الرحمة والمغفرة موضوع آخر موضوع آخر